أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري وذلك في ضوء ارتباطه الوثيقة بقناة السويس وأن مصر تتابع وعن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمسؤولي مجموعة ميرسك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد ومن قلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع العديد من المسؤولين الدوليين وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من التأثير المباشر لهذه الأحداث على مصالح مصر إلى أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها وأنها ترتبط وبشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة التي يجب وقفها وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان وأكد رئيس الوزراء سعي مصر المستمر لوقف الحرب الحالية في قطاع غزة لما لذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي مؤكدا أنه لا يمكن لأحد تجنب الآثار السلبية لهذه الحرب مؤكدا شكرا